بسم الله الرحمن الرحيم من لا يشكر الناس لا يشكر الله كلمة الشكر نفسها كلمة هامة جدا في حياتنا لازم نعلمها لولادنا في الظروف اللي احنا بيمر بيها وبيمر بيها العالم كله ظروف العزل والحضر بسبب مرض الكورونا المعدي لازم نتقدم بالشكر لفئات كتيرة حوالين مننا بتقدم لنا اعمال وخدمات هامة جدا في حياتنا ما نقدرش نعيش من غيرهم الناس دي ثابت قصرها وثابت بيوتها ونزلت عملها علشان احنا نعد متأمنين نسبيا من هذه العدوى ومن هذا البلاء بسرعة كده حذكرهم وفي الآخر فيهم فئة مهمة جدا اولهم الاطباء والممرضات وطاقم القطاع الطبي بالكامل ويشبه للصياطلة كمان ودول احنا بنشكرهم بالفعل بان احنا مش بس نكتب على وسائل التواصل الاجتماعي شكرا للفريق الطبي لا احنا لازم نلتزم بالاشتراطات اللي هم قالوا لنا عليها علشان تقريبا ما نروح لهمش ان شاء الله فبالتالي الاشتراطات الصحية اللي قالوا لنا عليها هي دي وسيلة شكرنا للقطاع الطبي بعدهم رجال الشرطة والقائمين على الساهرين على امن البلد اللي احنا عايشين فيها وغير ان احنا نقول لهم شكرا بالكلمة نشكرهم بان احنا ما ننزلش في وقت الحذر علشان ندلهم فرصة يقوموا بعملهم على اكمل وقت رجال الجيش ايضا دول سواء بقى فوقت الكورونا او غير الكورونا هم قائمين على امن هذا الوطن والدفاع عنه ولا نملك سوى الدعاء لهم الناس اللي بتأكلنا بقى المخابز ودول بيشتغلوا بالبنهار عشان يأكلونا والسوبر ماركت وباقي الخضار والفاكهة واللحوم وخلافه ما نقدرش نعيش من غيرهم واحنا متقلين عليهم في طلبات ان احنا نخزن خوفا من ان التموين ينقطع وده بيسبب ضغط عليهم عمال النظافة انا بعتبرهم من اهم الفئات اللي لازم نشكرها شكرنا لهم حيتمثل في ان احنا ما ننسهمش في وجب الطعام في صدقة ما ننسهمش في الوقت الصعب اللي حيخش عليهم سواء وقت شهر رمضان المبارك كل سنة وانتوا طيبين او حر الصيف اللي جاي وياريت دائما وابدا نباحنا فاكرينهم بكلمة شكر عبارة عن وجبة او صدقة سائقي النقل والأجرة والمواصلات العامة دول برضو هم اللي مشغلين البلد مشغلين شرايين البلد ما ننزلش بعربياتنا عمال على بطال علشان ندلهم فرصة يقوموا بشغلهم بطريقة افضل شوية محلات الاكل وسائقي التوصيل دول برضو قائمين على خدمتنا في وقت احنا مش قادرين ننزل فيه بس ياريت بقى ما ننتقلش عليهم برضو فان احنا نطلب اشياء غريبة في منتصف الليل بلا داعي اخر فئة واحلى فئة ويا رب ربنا يبرك لنا فيهم هم الامهات والزوجات احنا معشر الرجال والشباب والابناء عموما طول السنة قاعدين متدلعين بنرجع من الشغل نلاقي الاكل ونلاقي السرير متساوي لما قعدنا معهم في البيت اكتشفنا ان هم مجهودهم خرافي طول اليوم من غير اجازة وهم حالين ما عندهمش اجازة ما هو مش حيعرفوا ينزلوا لجمعة ولا عسد وعندهم بقى نظافة وغسيل وطبيخ ويعني شغل البيت ده كله اللي قادر مننا ان هو يساعدهم يبقى دي كلمة شكر جميلة اللي مش قادر يساعدهم لسبب او لاخر ممكن يكون بيشتغل من البيت قاعد عالكمبيوتر فما يعني مالوش لازم يتقل عليهم بقى هاتولي شاي وهاتولي قهوة بالراحة عليهم ما عليهم ضغط وحاسين ان احنا ممكن نكون ضيف ثقيل ونكت طبعا يعني متوصية بالموضوع ده قوي فيعني ياريت ان احنا نقدم لهم كلمة حلوة احنا لو قلنا لهم كلمة حلوة او ساعدناهم مش هتب انت عملت فضل لهم يعني انت هتب انت خدت حسنة لنفسك ده اللي انا كنت عايز اقول لكم النهاردة وما ننساش اولا واخيرا ودائما وابدا ان احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم الكتير اللي احنا فيها احنا عاديين في بيوتنا معززين مكرمين عندنا فرصة ان احنا ناكل ونشرب صحيح بزهق بس غيرنا مش لاقي عندنا فرصة ان احنا يبقى عندنا انترنت وخلافه غيرنا مش لاقي نحمد ربنا ونشكر فضله نحافظ على صحتنا لان الشكر هو اداء حق النعمة زي ما تكلمنا قبل كده ربنا يبارك فيكو ويزيل هذا البلاء عنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله